الآن دا تطرح مسألة بدأوا يطرحوها حتى مسنا عزائي حتى بعض المنتسبين إلى الشيعة والذين هم درسوا في النجف وغير النجف مولانا يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله عين عليا ولكن لم يعينه كمرجعية سياسية وإنما عينه كمرجعية دينية مولانا قالوا لم يطرح لم يقم أي دليل على أنه قال له أنت خليفة السياسي من بعد هاي النظرية اللي الآن طرحها من طرحها قبل ما أدل ثلاثين أربعين سنة طرحها عبد الفتاح عبد المقصود في كتاب الإمامة والخلافة عبد الفتاح عبد المقصود عندفت أربع مجلدات عمًا عن الإمام أمير المؤمنين عندفت كتاب آخر بعنوان الخلافة مولانا هو يميز بين الخلافة الزمنية والإمامة الزمنية والإمامة ماذا والإمامة الدينية يقول أن رسول الله عين عليا للإمامة ماذا للإمامة الدينية وأما الإمامة الزمنية فتركها لمن فتركها للأمة أن ينتخبوا من يشاء لا تقول لي وإسلاما ومذهبا وتشيعا أقول نظرية تطرح عندك رد عليها أكتب مولانا قل هذه النظرية باطل قرآنيا وباطل ماذا روائيا وباطل تاريخيا للآخري